بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المستحب الآخر بل الأخير هنا حسب تصنيف السيد اليزدي في العروة قال أي من بين المستحبات عند إرادة التزويج يقول ومنها إيقاع العقد ليلة إيقاع العقد ليلة عندما نقول أنه من المستحبات معناها وجود أخبار طيب ولو كانت هذه الأخبار غير معتبرة من حيث السند بل كانت ضعيفة من حيث السند طيب ولكن طبقا لقاعدة من بلغه أي التسامح في أدلة السنن يقال فيها بالاستحباب بالتفصيل المعهود عند الفقهاء سواء سواء بشرط الرجاء أو غيره إيقاع العقد ليلة قبل أن نقرأ الروايات لابد أن نفرق بين موضوعات ثلاثة أو عناوين ثلاثة العنوان الأول العقد طيب العنوان والعقد يعني إجراء الصيغة صيغة النكاح التي تربط بين الرجل والمرأة العنوان الثاني الزفاف المعروفة عندنا بليلة الزفة بليلة الدخلة يعني هذا عنوان العنوان الثالث المعاشرة الزوجية هذا عنوان ثالث طبعا يمكن أن أنضيف عنوان رابع وهو الخطبة فعناوين عندنا لم أذكر عنوان الخطبة في المقام الخطبة ما ذكرته وهو أن يتقدم شخص لخطبة فتاة طيب أذكر هذه العناوين قلت إنما لم أذكر عنوان الخطبة لأن الخطبة لا يطلق عليه تزويج الخطبة بذاتها ما يطلق عليها تزويج طيب وإن قلنا سابقا في بعض الإشارات الأولية عندما تكلمنا عن بداية المستحبات طيب قلنا أن هناك بعض الإشارات يمكن ترتبط بهذا الموضوع أيضا على كل حال حتى الآن نروح بعيد الآن إحنا عندنا أخبار مجموعة روايات في المقام طيب هذه الروايات الآن نقرأها فيها إشارة إلى الليل إلى المساء لكن لنلاحظ أن الموضوع فيها العنوان فيها ما هو هل هو العاقد طيب الخطبة نخرجها من الدائرة لأن لا يطلق عليها تزويج فهل هو العاقد العنوان فيها أو الزفاف أو المعاشرة الزوجية المستحب المذكور هنا هو إيقاع العقد ليلة يعني إذا واحد يريد يجري عاقد يجري بالليل فهل الروايات متعلقة بأنه إذا الإنسان أراد أن يجري عاقده يجريه بالليل لو أراد أن يوزف على عروسه يوزف بالليل أو أراد أن يعاشر زوجته لا تكون معاشرة اللي بالليل على نحو الاستحباب الظاهر أن عنوان الخطبة يخرج من الدائرة والمعاشرة الزوجية تخرج من الدائرة أيضا يبقى عندنا فقط العقد والزفة ليس الزفاف ليش أولا لأن الخطبة بحسب ظاهر الروايات الخطبة بحسب ظاهر الروايات في سيرة المعصومين عليه الصلاة والسلام جرت نهارا أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بعض زوجاته نهارا وأن الأئمة الكرام عليه الصلاة والسلام خطبوا نهارا أضف إلى ذلك أن الروايات تتكلم عن التزويج وشبهه والخطبة لا يطلق عليها تزويج إرادة التزويج طبعا عندما نذكر أن الأئمة قاموا بذلك مو معنى أنه المستحب لا يكون يعني لا لا يمكن أن يكون المستحب بالليل لأن لأن المعصومين عليه الصلاة والسلام خطبوا نهارا لا يمكن أن يخطبوا نهارا من باب إبانة أصل الإباحة صير هذا قد يخالف الاستحباب حتى لا يكون هناك اعتقاد وتوهم عند المكلفين أن العقد بالليل يكون واجبا يعني أنما يكون واجبا بالليل ولا يجوز في النهار لهذا يجرونه في النهار لرفع هذا التوهم والالتباس يصير هذا ولكن عندما نرى أن المعصومين عليه الصلاة والسلام تقريبا في أغلب عقودهم في أغلب عفوا خطبهم كانوا يخطبون نهارا هذي يخلينا شوي نتأمل في القول بأن الخطبة لا تكون إلا بالليل هذا واحد بالإضافة قلت إلى أن عنوان الوارد في الروايات هو عنوان التزوج وشبهه وأصل الخطبة ما يطلق عليه تزوج هذا واحد اثنين العنوان الأخير وهو المعاشرة الزوجية ثابت عندنا في الروايات أيضا أن هناك أوقات في النهار يستحب فيها المعاشرة الزوجية ليس فقط في الليل ثابت عندنا أوقات مكروهة وعندنا أوقات مستحبة لإرادة الولد على أقل تقدير طيب كظهر أو عصر القميسي والجمعة هذا من النهار وهذا من الأوقات المشار إليها وسأول لعلنا نمر في يوم من الأيام على مثل هذه الموضوعات فالأوقات المستحبة للمعاشرة الزوجية مو فقط بالليل إذن يخرج لو كان فقط بالليل لقلنا بأن الروايات ممكن أن تحمل على قضية المعاشرة الزوجية بس عندنا روايات زينا قالت بأن الاستحباب يشمل حتى بعض الأوقات في النهار فيبقى عندنا عنوان العقد وعنوان الزفة لاحظوا الروايات الروايات اللي نقرأها هذه هل تقول أنه يستحب أن يكون الزفاف بالليل أو تقول أنه يستحب أن يكون العقد بالليل لاحظوا الروايات ما الروايات الرواية الوالدة عن النبي صلى الله عليه وآله أمسوا بالأملاك أمسوا بالأملاك أمسوا يعني المساء والظاهر من المساء هنا ليس ما يطلق عليه عندنا الآن في التعبير الدارج لأن المساء عندنا الآن في التعبير الدارج يشمل حتى الظهر والعاصر مصحيح عندما يقولون مساء حتى الظهر لا أقل العاصر في التعبير الدارج العرفي يشمل حتى العاصر الأمسو هنا يراد به الليل امسوا بالاملاك بالاملاك يعني شنو امسوا بالاملاك شنو معنى الاملاك قد يراد منه الامة يعني الاملك اليمين وقد يراد منه ما هو اعم من ذلك ولو على نحو التجوز والمسامحة انه ان القضية انه ان الامر مو خاص بملك اليمين يعني الامة وانما الزوجة كأن هناك تنزيل للعلاقة الزوجية منزلة الملكية اشتونا ان الر يعني ان كأن الزوجة تصبح ملكا للزوج والزوج يصبح ملكا للزوجة كأنه هكذا يعني من باب جواز التصرف وجواز التصرف يراد به هنا الجواز التصرف يعني الحلية حلية المضاجعة وغير ذلك كأنه له ملكية في المقام وهي لها ملكية في المقام ولعل يعني هذا التنزيل الراجع لان واحد من افراد العلاقات العلاقات المحللة هي ملك اليمين فكأنما فيها تنزيل على نحو المسامحة فامسوا بالاملاك يعني اجعلوا ان اجعلوا العلق هذه التي تكون بينكم وبين الزوجة بالمساء هذا واحد شوفوا الرواية الاخرى طبعا امسوا بالاملاك فانه اعظم للبركة فانه اعظم للبركة ايضا لاحظوا الرواية فالاملاك كنت اشمل العقد ام هي خاصة بليلة الزفة ايضا لاحظوا الرواية الواردة عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا من السنة التزويج بالليل لاحظوا الرواية من السنة التزويج بالليل ان الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء والنساء انما هن سكن لاحظوا الرواية الرواية ماذا قالت قالت التزويج من السنة التزويج بالليل هنا التزويج يراد منه العقد ام يراد منه الزفاف هذه الرواية بنمر على الروايات ان شاء الله في البحث القادم ونتأمل حتى نخرج بهذه النتيجة وهي انه هل يستحب ايقاع العقد ليلا فعلا ام انما هو يستحب الزفاف ليلا طيب يحتاج هذا الموضوع الى توقف اذا عندنا رواية تقول امس وعندنا اخرى تقول بالليل ولكن الاولى تقول بالاملاك والثانية تقول التزويج ما عندنا لفظ العقد وفي ايضا روايات اخرى سنمر عليها مفصلا ان شاء الله في البحث القادم ونقف عند البحث عند دلالتها ناتي ان شاء الله صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة